تنفيذاً لتوجهات الملكية السامية بتحقيق الأمن الغذائي حضي المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء بهمية كبيرة على أعلى المستويات فشمل تخصيص مواقع متعددة للإستزرع السماكي والإنتاج النباتي إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي نظراً لما يشكله ملف الأمن الغذائي من أهمية للأجيال الحالية والمستقبلية وضمان تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى الغذاء لمملكة البحرين أخذ ملف الأمن الغذائي حيزاً كبيراً ضمن اهتمامات المملكة فجاءت التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة في افتتاح دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب إذ وجه جلالته إلى تنفيذ المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السماكي والإنتاج النباتي يهدف المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء بشكل رئيس إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءاً هاماً في إنجاح تلك المشاريع ويتألف المشروع من ستة مواقع موزعة على المحافظات الأربع وثلاثة مواقع للاستزراع السماكي براً وبحراً كما أن مشروع الزراعة بدون تربة سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات بنسبة 20% فيما ستشكل نسبة المساهمة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك ما نسبته 62% كما وضعت مملكة البحرين عدة مبادرات وبالشراكة مع منظمات دولية وبعض الدول الشقيقة والصديقة لما من شأنها تحقيق هذه الاستراتيجية الحكومية على صعيد الأمن الغذائي